باللسان الوطني العراقي، هذا نداء عاجل لساسة البلاد التي تقف على حافة الانهيار وإنذار دق جرسه ألف مرة ومرة، بات اليوم إنذار من الدرجة القصوى عندما تحول الخلاف من الطاولة إلى الشارع وهذا ما لا يريده أي طرف سياسي أو شعبي تلك قناعة تامة لما يشهده العراق من تسارع في الذهاب إلى توتر وغليان في الشارع قد يدخل على خطه أشباح الفوضى ممن لا يريدون للعراق بصيص أمل في الخلاص من الأزمات وقد يستغل مخربون ما ينوي التيار الصدري والإطار التنسقي بانطلاق تظاهرات لأنصارهما في جمعة جديدة تكرر مشهد الخلاف الذي قد يتحول إلى حراك شعبي واحتكاك بين أنصارهما بما لا يحمد عقباه يصرخ هنا صوت العقلانية في العراق بما وصل إليه البلد لأول مرة من الذهاب إلى ورقة الشارع وتلك ورقة قد تكتب فيها أقلام تريد التخريب والفوضى بدلا من صوت الحكمة التي يجتمع عليها السياسيون صوت العقلانية هذا يرجو استجابة عاجلة للغة الحوار يحذر من نقطة لاعودة التي باتت أقرب لهلاك العراق الذي يعاني من الأصل من قضايا شائكة وفساد متراكم حذاري إذن ينادي بها أصحاب العقول التي ترى المشهد بألوان قاتمة وضبابية فأما الحوار فهو كلمة السر لانتصار العراقي على أي خلاف وانتصار سياسيه لطالما أنهم يرفعون شعار تشكيل حكومة لأجل العراق إذن لا مختلف عليه إذا كان العراق أولا فهو اليوم يناديكم بالحوار الحوار قبل أن تضيع البوصلة وينحرف المسار ترجمة نانسي قنقر